هذا باتواعد رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني بمحاسبة أي عرقلة لمشاريع الحزمة الأولى التي أطلقها في العاصمة بغداد مؤكداً أنه سيتصدى شخصياً لأي محاولة عرقلة أو ابتزاز بشأن المشاريع ولفت إلى أن الشركات المنفذة لهذه المشاريع اختيرت وثقاً لمواصفاتها وعملها بعيداً عن أي محاسسة وهذه العملية وهذه المشاريع إن شاء الله إن شاء الله ما ريتها تروح مع مشاريع متلكية في خانة الوزارة علينا التزامات بحدود 25 تريليون هذه المشاريع ولدت لتكون منجزة من الآن إن شاء الله وتتابع بشكل تفصيلي ويومي غرفة عمليات ورح أزعجكم بالمتابعة وأعتقد الأخي الوزير أيضاً مزعج في المتابعة الشركات وصلت لهذه المرحلة بهذه الرؤية ليس بكرة تطلع الشركة أنا أخذت هذا المشروع لأن أكون جهة سياسية فلان أو كذا انطيت حصة يا الله انطاني المشروع أمام الملم وهنا ليتكلم رئيس الوزراء والسادة على مجلس النواب ما شاء الله كلهم موجودين وجودكم اختياركم لهذه المشاريع وفق مواصفات ومعايير فنية فقط أي محاولة من أي جهة عرقلة أو ابتزاز أنا موجود والوزير موجود فما لكم أي عذر بعد موسيقى موسيقى